بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في قناة إنجليز ابتدائي مع عامل سناء السمان نهاردة إن شاء الله هنشتغل من كتاب المعاصر على صفحة 112 كتاب المعاصر بنفكرك أن احنا برضو شغلي نفس المنهج من كتاب جم يونيت 8 الوحدة التمنى الوحدة تمانية يعني في الحضانة في الحضانة هنشوف هنا أول حاجة مع بعض على صفحة 112 من كتاب المعاصر وقت المحادثة ده الدرس الأول المفردة يعني روضة أطفال أو حضانة الحضانة هي مؤسسة يلتحق بها الأطفال تحت سن السادسة تحت سن ست سنين يبقى دول حضانة يعني الحضانة يعني دعني أو اتركني يجي بعدها فعل في المصدر شاو 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 يعني يظهر أو يبين لتر لتر حرف لتر حرف نفس سبالينغ ده برضو يجي بمعنى خطاب لتر خطاب أو حرف بورد بورد صبورة بورد صبورة هنا بيقول نوتس منحوزات أني كلمة شاو ممكن نستخدمها كفعل بمعنى يبين أو يوضح ممكن تيجي كاسم معناها عرض تلفزيوني عرض مصرحي نقول عليه أشا أشا يعني عرو كمان بيقول حرف الجرر يجي قبل كلمة بورد ايه رايد اون بورد يعني يكتب على الصبور يكتب على الصبور اكتب وكابلوري يعني مفردات زي ايه فرونت فرونت يعني أمام أو مقدمة فرونت أمام أو مقدمة ساري ساري آسف مس مس يعني آنسة أو أستاذة اوكي اوكي حسنا هاو هاو كيف ايزي ايزي سهل تو يعني جدا أكثر من اللازم ييجي بعدها صفة لما أقول تو هارد يعني صعب جدا قول تو ايزي يعني سهل جدا هارد يعني صعب وارك عمل وارك عمل بليز يعني من فضلك بليز من فضلك هوموارك يعني الواجب المنزلي هوموارك الواجب المنزلي هوندرد هوندرد يعني مئة العدد مية هوندرد كورسي هارف ينطق واي دي كلمة استفهام نبدأ بها السؤال بمعنى لماذا تسأل عن السبب طيب هنا نوتس يعني ملحوظات ايه هي الملحوظات بيقول أني تو دي معنىها جدا يجي بعدها الصفة تعبر عن شيء أكثر من اللازم طيب وكمان حرف الاس في كلمة ايزي ينطق ز ز conjugation of verbs يعني تصريف الأفعال عندنا regular verbs يعني أفعال منتظمة في المضارع زي pass out pass out يعني يوزع أو يسلم في الماضي هي بقيه passed out عملنا ايه ضفنا ايدي على الفعل pass لكن out ده حرف الجر ما يتغيرش من الماضي للمضارع أو العكس شاو شاو يعني يظهر أو يبين شاو يظهر أو يبين showed showed help help يساعد helped يعني ساعدة clean ينظف cleaned نظفة عندنا كمان مجموعة أفعال تاني بس دول regular verbs يعني أفعال غير منتظمة في المضارع زي come to come to يأتي إلى came to came to أتى إلى come أصبح أصبح لكن to إحنا قلنا عروف الجر لا تتغير write write يكتب حرف الو ده silent لا ينضق write يكتب wrote يعني كتابة give up give up give up يعني ييأس أو يستسلم give up give up يعني يأس أو استسلم let let يعني يدع أو يسمح let برضو معناها سمحة كده الفعل let لا يتغير من الماضي للمضارع زي ما هو let no no يعني يعرفها في الكي the silent أو new يعني عريفة sit down يجلس sat down طبعا sit هيصبح sat لكن down حرف جر هيفضل زي ما هو هنا important expressions and propositions يعني تعبيرات هم وحروف جر هم number one I don't know how I don't know أنا لا أعرف how كيف يبقى على بعضها I don't know how أنا لا أعرف كيف number two I'm sorry يعني أنا آسف لده للاعتذار that's okay يعني لا بأس لا عليك يعني من الآخر كده نقول مش مشكلة it's easy it's easy يعني إنه سهل come on come on دي عبارة تقل التشجيع أقول هيا يلا هي دي come on عبارة تقل التشجيع don't give up don't give up يعني لا تستسلم لا تيأس good work good work يعني عمل جيد good work clean the board please يعني نظف السبورة من فضلك clean the board please hey هنا yay الأول وبعد كده hey كل دي تعبيرات تقال عند الفرح hey أو yay so did I يعني وأنا أيضا so did I وهنقول إن نستخدمها ازاي exercise on vocabulary يعني لتدريبات على vocabulary circle the odd word and replace it with a correct one يعني ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بكلمة صحيحة number one run run الفعل run يعني يجري cook يطبخ play يلعب chart كورسي مين كده مختلف طبعا chart لأنه ده noun لكن دول verbs يبقى عايزين verb ممكن نقول إيه أسهل فعل ممكن نكتبه إيه go يذهب هذه الفعل go يذهب number two what معناها ما أو ماذا تسأل عن غير العقل هو معناها من تسأل عن الشخص العقل where يعني أين تسأل عن المكان they ده ضمير فاعل معناها هم طيب مين مختلف كده they لأنه ده ضمير فاعل نبدأ به الجملة لكن دول كلمات استفهام نبدأ بهم السؤال عايزين wh question يعني كلمة استفهام تبدأ به wh ممكن نقول إيه ممكن نقول when when يعني متى متى تسأل عن الموعد أو الوقت number two school مدرسة zoo حديقة حيوان show يعني عرض kindergarten يعني هضانة من كده مختلف طبعا show لأنه ده معناه يظهر أو يبين أو لو جاهك اسم معناه عرض لكن دول أماكن عايزين اسم مكان ممكن نقول إيه ممكن نقول hotel ممكن نقول library ممكن نقول آآ مثلا آآ hospital أنا هكتب هنا hospital آآ دي hospital هي ايه مستشفى number four hard hard يعني صعب easy سهل work عمل wild يعني بري من كده مختلف المختلف هو work لأنه ده noun لكن دول adjectives يعني صفات هنا بصف شيء أنه هو صعب شيء سهل شيء بري اللي هو الحيوان البري يبقى عايزين صفة ممكن نقول إيه ممكن نقول loud آآ دي loud يعني مرتفع دي برضو صفة أي صفة تانية برضو ممكن تنفع ممكن نقول sad حزين happy سعيد quick وهكذا طيب هنا number five بقول جودي جودي ده اسم بنت حسن اسم ولد مونا اسم بنت دينا اسم بنت مين كده مختلف حسن هنقول بداله اسم بنت ممكن أكتب إيه أي اسم بنت أكتب هنا آية هذه آية طيب هنا بيقول in kindergarten في الحضانة أو في روضة الأطفال عندنا characters شخصيات المحدثة miss dina يعني الاستاذة دينا معنا كمان مونا girl فتاة تانية boy ولد تاني طيب يبقى عندنا أربع شخصيات الاستاذة دينا ومونا وبنت ولد topic اللي هو موضوع المحدثة بتكلم عن يعني يعني محادثة اليوم في فصل مونا يعني مونا لا تستطيع كتابة الحرف d على الصبورة miss mona miss dina miss dina miss dina is helping her write it تساعدها في كتابته نشوف صفحة 114 بيقول listen and repeat يعني استمع وردد find those speakers point to the speakers يعني أشرلي المتحدثين then listen again واستمع مرة أخرى miss dina بتقول ايه لمونا مونا please come to the front يعني من فضلك تعالي إلى الأمام write the letter d on the board يعني اكتبي الحرف d on the board على الصبورة مونا بتقول I don't know how أنا لا أعرف كيف أكتبه طبعا دول في الحضانة يعني تحت الست سنوات فطبعا بالنسبة لها الحرف d ده شيء صعب مونا بتقول I'm sorry miss dina هي كده بتعتزل لأنها مش قادرة تكتب الحرف miss dina بتقول لها that's okay let me show you how it's easy يعني لا عليك let me show you how دعيني أريكي كيف أو أوضح لكي كيف it's easy إنه سهل مونا بتقول no I can't it's too hard يعني لا أنا لا أستطيع إنه صعب جدا صعب جدا كتابة حرف d miss dina بتقول come on يعني هيا مونا don't give up يعني لا تستسلمي عايزها تحاول تاني مونا بتقول hey I can do it يا أنا أستطيع أن أكتب miss dina قلت لها good work عمل جيد هي كده بتشجعها مونا please sit down من فضلك miss dina بتقول jody بتنده على حد تاني هي مين jody please help me pass out the homework يعني من فضلك ساعديني أني ايه ساعديني وزع الواجب المنزلي حسن بتكلم حد تاني اسمه حسن clean the board please يعني نظف السبورة من فضلك طيب نشوف هنا girl بتقول ايه what did you get ما الدرجة اللي حصلت عليه وما خلاص وزعوا ايه وزعوا الواجب المدرسي فعايزين نشوف كل واحد حصل على ايه بتقول what did you get يعني ما الدرجة اللي انت حصلت عليها boy الولاد بقول I got a hundred يعني أنا حصلت على مائة درجة مونا بتقول yeah so did I يعني وأنا أيضا ليه قلنا هنا did عشان هنا قال got في الماضي أنا بالفعل حصلت على مائة درجة فهي وبتقول كمان وأنا حصلت برضو على مائة درجة نشوف صفحة 115 فيها language functions يعني وظائف لغوية هتعلمنا حاجة النهاردة هنتعلم ايه اول حاجة هنتعلمها النهاردة ازاي ندي تعليمات او اوامر بفعل شيء يعني عايز اقول لحد اعمل كذا اقول ايه هبدأ بمصدر الفعل وبعد كده اكمل زي ايه write the letter d on the board يعني اكتب الحرف d على الصبورة بدأنا بهين write ده مصدر الفعل يعني الفعل بدون أي اضافة كمان هنتعلم علشان نعبر اني انا لا اعرف كيف اقول ايه ايه اي دونت نو هاو اي دونت نو هاو طيب هنا كمان هنتعلم عشان نقدم مساعدة لشخص هقوله ايه let me show you هاو يعني دعني وضح لك كيف let me show you هاو زي ما ميس دينا قالت لمون طيب هنا هنتعلم ايه علشان اعبر اني انا لا استطيع اقول ايه no i can't no i can't دي التعبير عن عدم القدرة علشان اشجع شخص للقيام بفعل شيء اقوله ايه come on come on يعني هيا don't give up لا تستسلم don't give up لا تستسلم اما هنا بيقول علشان تعبر انا استطيع ان افعل كذا اقول i can do it i can يبقى علشان اقول لا استطيع اقول i can't لو عايز اقول انا استطيع فعلي كذا اقول i can i can do it علشان اهنئ اهنئ الشخص دا هو بالفعل تمكن من عمل شيء اقوله good work good work يعني عمل جيد اما هنا هنستخدم كلمة please please يعني من فضلك عند الطلب المهزب اقول please board please يعني نظف الصبورة من فضلك هنشوف هنا صفقة 117 بيقول ان احنا هتعلم ايه ازاي نسأل عن الدرجات انت اخدت كام من الاخر كده ايه الدرجة اللي انت حصلت عليها هنقول ايه what did what did you get what did you get هقول i got واقول الرقم الاجاب هنا بيقول ايه i got a hundred يعني انا حصلت على 100 هنشوف هنا exercise الوظائف اللغوية استمع وضع دائرة عندنا اربع نقاط نقطة الاول هنختار اي ولا بي اسمع كده بول what did you get i got a hundred فين what did you get اهي عند الحرف اي ده حزا واحدة هنعمل خط بشكل افضل اهو number two يقول can you write the letter d no i can't فين can you write the letter d اهو عند اي اما هنا هاول can you do it yes i can ادي yes i can number four what did you get i got a hundred i got a hundred يعني انا حصلت على مئة role play role play is a conversation يعني تبادل ادوار واعمل المحسس مرة تاني معه زمه لأك نشوف هنا صفحة 118 general exercises conversation time يعني تدريبات عامة على وقت المحادثة understand افهم apply طبق create ابدع listen and complete يعني استمع واكمل استمع واكمل عندنا conversation بين miss dalia وجودي miss dalia بتقول ايه can you write the letter f on the board يعني هل يمكنك كتابة الحرف f على الصبورة يبقى هنكتب هنا ايه d letter يعني حرف judi بتقول i don't know how يبقى هنكتب هنا ايه no يعني no يعني كيف miss dalia قالت come on judi don't give up يعني لا تستسلمي judi بتقول is it too hard hard يعني صعب يبقى هنكتب هنا hard يعني صعب miss dalia قالت no it's easy لا انه سهل judi بتقول hey i can do it انا يمكنني ان افعله يعني اكتبه انشوف هنا number two بيقول choose the correct answer from a b c or d number one please help me pass عايزين هنا hard figure the homework يعني من فضلك ساعديني او ساعدني في توزيع الواقب المنزلي توزيع او يوزع دي اسمها ايه pass ايه pass up ولا تو ولا buy ولا out pass out pass out معناها يوزع number two a بيقول الجمل هنا بي بيعلق على الجملة دي بيقول اي i got a hundred يعني انا حصلت على مئة بي بيقول so هنقول فعل هنا i هنقول so did i ولا do ولا does ولا do هنقول did ليه عشان احنا حفظنها كده لا لازم نفهمها مش نحفظها هنا في الجملة دي قال i got معناها حصلت على يبقى الفعل ده كده في الماضي وطالما في الماضي هقول هنا so did i عشان did هو الفعل المساعد ليعبر عن الماضي هو بيقول انا حصلت على 100 وانا ايضا حصلت على 100 بالفعل يبقى did لكن do وdoes وdoing كلهم يعبر عن مضارع نشوف number three i got a hundred in the يعني انا حصلت على 100 in the exam في الامتحان church or say kitchen مطبخ ولا plane طائرة طبعا in the exam في الامتحان number four عايزين فعلي من دول نبدأ ب نقول the letter d on the board riem يعني الحرف d على الصبورة ياريم بنكلم ريم طالما بنوجه كلام نا لشخص يبقى لازم نبدأ ب ايه بفعل فين في المصدر عشان دي كده هتبقى جم الأمرية فين الفعل في المصدر هنا write or write the letter يعني اكتبي الحرف بيقول a بيسئل سؤال b بيرد عليه which هنقول ايه من دول can you write nada دايما يكون عندنا سؤال a وب نشوف b بيرد يقول ايه هو ده اللي هيحدد اكتيرنا b بيقول c جايب الحرف c طيب c دي قدين نقول حرف حرف يعني ايه word word يعني كلمة letter حرف name اسم number رقم يبقول which letter اي حرف يمكنك ان تكتبه يا نادة آلة c number six let me يعني دعيني او دعني ايه you how to draw a cat يعني كيف ترسم قطة يبقى دعني ايه دعني showed ولا showing ولا show ولا shows هقول show فقط ليه لانه احنا on let يجي بعدها مفعول وبعد المفعول فعل في المصدر الفعل اللي مع let على طول يبقى في المصدر في المصدر بدون اي اضافات لكن هنا اضاف ed هنا اضاف ing وهنا اضاف s number seven i can't write this word يعني انا لا استطيع ان اكتب هذه الكلمة ليه يا عم it's too انها جدا ايه easy انها سهلة جدا hard صعبة جدا simple بسيطة جدا big كبيرة جدا اكيد انا ما اقدرش اكتبها علشان هي it's too hard يعني صعبة جدا come on يعني هيا mona بنكلم mona don't هنقول لها لا ايه up don't give up give up يعني لا تستسلمي اما make مش هتنفع لان make up معناها يختلق get مش هتنفع كمان ولا eat طيب هنقول ايه هنقول don't give up don't give up يعني معناها لا تستسلمي يا moni نشوف صفحة 119 write a paragraph of seven sentences يعني اكتب فقرة من سبع جمه the english class يعني حصة اللغة الانجليزية هتخيل اني انا في الفصل وانا كده في حصة اللغة الانجليزية بس هنحاول نخلي موضوعنا مرتبط بالوحدة بتاعتنا اللي هي in the kindergarten في الحضان اول حاجة هنسيب مسافة كلمة هنبدأ بحارف كابتال هقول I'm five years old يعني انا عمري خامس سنوات انت ممكن تكتب اي موضوع بجمل تانية مختلفة وهيكون برضو صح I'm five years old يعني انا عمري خامس سنوات I'm in the kindergarten يعني انا في الحضان I like my english class يعني انا احب حصة اللغة الانجليزية خلي بالك انا بدأت english هنا بحارف كابتال I can say the alphabet يعني انا يمكنني ان اقول الحروف الهجاء I can spell a word يعني انا يمكنني ان اتهجى كلمة but لكن I can't count to ten انا لا استطيع ان اعود الى الرقم عشرة my teacher helps me يعني معلمي يساعدني my friend can speak english يعني صديقتي تستطيع ان تتحدث الانجليزية نشوف هنا number four بـ rearrange يعني قعد ترتيب الكلمات التالية to make correct sentences تصنع جمال صحيحة number one board board اللي هي صبورة please من فضلك the من ال تجاب الاسم clean يعني نظف طيب هنقول ايه اول حاجة نبدأ clean clean يعني نظف طب نظف clean the board يعني نظف الصبورة هي بقى the وبعد كده board واخر حاجة هنقول please يعني من فضلك clean the board please number two you and did ده فعل مساعد في زمن الماضي البسيط قط معناها ما او ماذا تسأل عن غير العاقل get معناها اصل على او او يحصل على ايه بقى هنقول اول حاجة وقت طيب كلمة الاستفهام بعدها ايه فعل مساعد اللي هو did بعدها الفاعل اللي هو you وبعد كده الفاعل الاصلي اللي هو for وكده يبقى طبقنا الاغنية بتاعتنا اللي هي بتقول كلمة استفهام اول حاج كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فاعل ما الدرجة التي حصلت عليها نشوف نومبر فايف بقول شوية يعني ضع علامات التقييم للجملة التالية جملتين هاو دو علي اند نوها اول حاجة هنقول هاو دي اول حاجة بداية الكلام يعني نبدأ بحرف كبتا هاو دو علي علي ده اسم شخص لازم يبدأ بحرف كبتا اند نوها نوها كمان اسم خلصنا كده ده سؤال يعني علامة استفهم اول حاجة اول حاجة حرف ام ده بداية الكلام اده اسم شخصي يبدأ بحرف كبتا مونا ده برضو اسم شخصي يعني يبدأ بحرف كبتا هاو كيف تكتب الحرف دي كده خلصنا جملتنا نضع اخر حاجة طيب واحد يقول هنا في هاو هاو دي كلمة استفهم ليه ما حط نحن علامة استفهم عشان هاو هنا معناها كيف مش بتسأل كيفية الطريقة اللي هتكتب بيها حرف دي وهي كده جاية وسط الكلام يبقى تستخدم كرابط معناها كيفية كتابة حرف دي لكن لو هاو دي في اول الكلام هنا كنا قلنا ده سؤال طيب نشوف بعد كده الدرس التاني اللي بعده اللي هو وقت الكلمات الدرس التاني في يونت ايت طيب هنشوف هنا مجموعة من الانشطة يقوم بها اطفال الحضان يعني استمع وردد المفردة انشطة زي ايه يعني يقول الحروف الهجائي يعني يعني يرمي الكرة يرمي الكرة بلو بابل بابل معناها فقع يعني ينفخ فقع يعني يعود الى عشرة يعود حتى عشرة يعني يبني قلعة من الرماء يعني يتهج كلمة يعني يتهج كلمة يعني يقول الحروف زي هنا مثلا طيب هيقولها ازاي دي او جي كيف هو كده تهج الكلمة دي غير ساي ز الفابت يقول الحروف يقول كل الحروف من اي لحد ز طيب هنا يعني يمسك بفراشة او ممكن يلحق بي يعني يقطع او يقص قلب يعني اساسا من قلب يبقى مرسوم في مجلة او كتاب وهو بيقصه يحدد الرسمة بتاعه ويقصه cut out a heart peel an orange يعني يقشر برتقالة peel an orange يقشر برتقالة هنا speak english يعني يتحدث الانجليزية speak english يتحدث اللغة الانجليزية بعد كده هنشوف صفحة كام صفحة اه اتنين واتشري هنقول ايه vocabulary عندنا مفردات زي ايه لاحظوا قصة احدى هادي عندنا هنا vocabulary مفردات cookie cookie اللي هي كعكة محلة واحدة فقط كعكة محلة ممكن نقول عليها رقاقة بسكويت محلة بي نحلة نحلة واحدة هركت هركت قصة شعر هركت قصة شعر behind behind يعني خلف وراث how often how often يعني كم مرة تسأل عن عدد المرات وتكي في زمن المضارع البسيط year year يعني عام أو سنة month month يعني شهر once once يعني مرة مرة واحدة فقط conjugation of verbs يعني تصريف الأفعال عندنا regular verbs يعني أفعال منتظمة زي ايه count count يعود counted counted عد ضفن هنا ايدي want want يعني يريد wanted wanted ارادة ضفن ايدي برضو عشان لي أفعال منتظمة peel peel يقشر peeled قشر نشوف هنا regular verbs يعني يفعال غير منتظمة يعني شكلها بيتطلب في المال زي ايه زي الفعل say يقول say يقول said said قال throw throw يرمي through through رمى blow blow ينفخ blue blue نفخة ممكن تيجي بمعنى يهب للرياح cut out cut out يعني يقص أو يقطع cut out هيفضل زي ما هيبقى الفعل cut هو هو cut في الماضي والمضارع اما out هي هي out لانه ده حرف جره للحروف لا تتغير من ماضي للمضارع او العكس build 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 يعني هيبني build بنا spell يعني هي تهجى spell spell يعني تهجى يبيقول الحروف ممكن كمان يضف لها ed فهتبقى spelled يبقى الفعل spell ممكن يبقى spelled أو spelled طيب catch catch يعني يمسك بي او يلحق بي code code يعني امسك او لحق بي والجي اتش هنا silent يعني لا تنطق اما هنا c-h تبقى chat speak speak يعني يتحدث هتبقى ايه spoke spoke يعني تحدث نشوف هنا important expressions and propositions يعني تعبيرات همة وحروف جرهم زي ايه look out look out يعني احترز get a haircut يقص شعره او يحصل على قصة شعر هنشوف هنا بيقول point and say يعني اشر وقل the words الكلمة بعد كده بيقول listen and point استمع واشر عندنا مين بيتكلم هنا boy ولد girl بن بتقول ايه what are you eating يعني ماذا تأكل قال لها ايه a cookie a cookie البنت قالت ايه a cookie يعني واحدة cookie cookie هي ممكن تكون بسكبيت محلة او كعك محلة do you want some هات فريد البعض boy قال لها no thanks يعني لا شكرا i'm going to eat this orange يعني انا سوف اأكل هذه البرتقال نشوف بعد كده صبحة 123 هنا مين بيتكلم girl بنت و boy ولد girl بتقوله look out يعني اخترس there's a be behind you يعني يوجد be اللي هي نحلة behind you خلفك boy قال لها a be where يعني نحلة فين طبعا هو خلاص خف جدا وعشعر بالزعر من نحلة girl قالت له it's behind you يعني انها خلفك اما هنا كريم والذور كريم بيقول how often do you get a haircut يعني كم مرة تحصلين فيها على قصة شعر girl بتقول i get a haircut once a year يعني انا احصل على قصة شعر once a year يعني مرة واحدة في العام how about you يعني وماذا عنك كريم بيقول i get a haircut once a month انا احصل على قصة شعر once a month يعني مرة واحدة في الشهر هو طبعا ولد فيبقص شعر كل شهر language functions يعني وظائف لغوية هنتعلم اين نهارده offer offer يعني تقديم تقديم عرض تقديم عرض do you want كذا يعني هين بقول do you want some هل تريد البعض هل لها no thanks i'm going to eat this orange لما كد بتعرض عليه البسكويت يبقى عشان نقدم عرض هنقول do you want some كذا asking about how many times السؤال عن عدد المرات احنا عارفين how often هيا دي يعني ها عدد المرات يجي بعدها ايه يئما do يئما does طيب لو do يبقى مع الفاعل we with a with you طيب ممكن four times وهكذا لازم نقول a معناها في كذا ونقول بعد كده الوقت نقول a day معناها في اليوم a week في الاسبوع a month في الشهر a day a year يعني في العام اما لو الفاعل هي وشي وقت هنجيب المصدر بس هنضف له اضافات لازم يكون في اضافات يئما s او es او i es وهنقول برضو عدد المرات ونقول a ونقول الموعد او الوقت كل ده هيبقى واضح جدا من خلال الامثلة اكتر بيقول ايه هنا how often do you get a haircut يعني كم مرة تحصل فيها على قصة شعب هيقول i get you في السؤال تتحول الى i في الاجابة وممكن تتحول الى we اذا كنا بنكم كلم جمع كلم مجموعة طيب هنا واحد فيقول i انا i get a haircut يعني انا احصل لقصة شعب once a year مرة واحدة في العام add once ولازم نقول a وبعد كده الميعاد او الوقت اللي هو اير نشوف صفحة 124 فيها general exercises on word time يعني تدريبات عامة على word time اللي هو الدرس الثاني في الوحدة 8 understand افهم apply طبق create ابداع number one choose a correct answer from a b c or d number one look out look out يعني احترس there's a b كذا you هنقول يوجد نحلة فين you بالنسبة لك front front لوحدها مش هتنفع ليه لانه front ما تجيش لوحدها لازم يجي قبلها in بعد كده نقول front واف يبقى front مش هتنفع طيب behind يعني خلف هيا دي اللي هنأخدها there is a b behind you طيب across across مش هينفع نقول عبرا you عبرا and مش هتنفع next هيجي بعدها لازم يجي بعدها حرف guard two نقول next two يعني بجوار وهنا ما فيش حرف جرته يبقى عايزين مين behind number two I get a يعني انا احصل على a once a month يعني مرة واحدة في الشهر احصل على a haircut هيا دي a haircut cut يعني قصة شعر اما cut لوحدها ده فعل معناه يقطع او يقص her لوحدها معناها شعر هنا cut her ما ينفعش اقول cut her معناها يقطع الشعر او يقص الشعر لا كده فعل واسم الوحد لكن هي اسمها قصة شعر على بعضها a haircut number three when I was little عندما كنت صغيرا I could انا استطعت ايه award لمعناها كلمة استطعت اعمل ايه لكلمة blow blow يعني ينفخ او تهب للريح throw يعني يرمي او يلقي مثلا كرة او اي شيء peel يعني يقشر اما دي spell spell يعني يتهجا يبقى نعمل ايه للكلمة نتهجاها يبقى عندما كنت صغيرا انا استطعت ان اتهجا كلمة number four how عايزي ناخد حاجة من دول نقول do you get a haircut يعني تحصل على قصة شعر يبقى how a how many كم عدد لا how much كم كمية لا how often عدد مرات ايوة هي دي كم عدد المرات التي تحصل فيها على قصة شعر how long معناها كم المدة هو مش بيسأل عن مدة ولا مسافة يبقى هنقول ايه how often كم مرة number five my sister can يعني اختي تستطيع ايه to ten حتى عشرة يبقى كده اكيد تقدر تعد الحد عشرة يعود يعني ايه count count يعني يعد اما catch معناها يلحق بي او يمسك cut معناها يقطع kick معناها يركل يركل الكرة يبقى my sister can count to ten تستطيع ان تعد حتى عشرة number six a هيسأل سؤال b هيجاوب على السؤال هنقول السؤال ونركز كويس في الإجابة عشان هي اللي هتدلنا على الاختيار الصحيح do you عايزين فعل من دول some cookies بعض الكوكيس البسكويت المحلة او الكعك المحلة no thanks يعني لا شكرا يبقى هيقوله ايه do you want ليه قلنا want يعني يريد علشان ده سؤال والسؤال بنستخدم فيه مصدر الفعل يبقى هل انت تريد بعض البسكويت المحلة لا شكرا عايزين مين مصدر الفعل عشان ده سؤال مصدر الفعل يعني الفعل الأصلي بدون إضافات لكن هنا أضف s هنا أضف ed وهنا جاب أبلهته مش هينفع number seven هنا when he was young يعني عندما كان هو صغيرا he could هو استطاع a bubble a bubble يعني فقاعة and catch a butterfly ويمسك بي butterfly هي فراشة يبقى عندما كان صغيرا هو استطاعن يعمل إيه a bubble bubble اللي هي فقع يعمل إيه play يلعب peel يقشر do يعني يفعل ولا blow blow ينفخ فقع number eight I'm going to أنا سوف عايز أخد فعل من دول a sand castle يعني قلعة من الرمال طبعا حرف T ده silent لا ينطق عايز أقول أنا سوف أبني قلعة من الرمال أقول إيه belt ولا build ولا building ولا build سأقول build فقط ليه لأنه ده مصدر الفعل كده جملة في زمن المستقبل البسيط باستخدام going to طيب تمشي إزاي الجملة I اللي هو الفعل بعد كده am اللي هو verb to be وأدي going to يعني سوف يجي بعدها مصدر الفعل المصدر هنا هو build لكن build دي ماضي building دي مضاف لها هنا build مضاف لها S مش عايزين إضافة number two هنا بيقول circle the odd word and replace it with the correct one يعني نضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بكلمة صحيحة number one February يعني شهر فبراي Sunday اللي هو يوم الأحد March اللي هو شهر مارس April شهر أبريل طيب مين كده مختلف المختلف هو Sunday لأنه ده يوم من أيام الأسبوع لكن دول شهور عايزين اسم شهر بيكون سهل عليك تعرف تكتبه بص الشهر ده اسمه إيه May May يعني شهر May لحظة واحدة بس كده ها دي May يعني May كده لازم May May أي شهر من شهر السنة تكتبه بداية بحرف كابتل يبدأ بحرف كابتل وكمان أيام الأسبوع May May number two under تحت between بين in في أو داخل red أحمر من كده مختلف طبعا red لأنه ده لون لكن دول حروف جر تدل على المكان عايزين نقول حرف جر ممكن نقول on بس كده ممكن نقول above ممكن نقول near next to in front of كل دي حروف جر رقصة بالمكان طيب هنا orange orange برتقال word كلمة peach اللي هو الخوخ فاكهة الخوخ apple طفاح طيب من كده مطالب word لأنه ده مش اسم فاكه لكن دول كلهم fruits يعني فواكه طيب بعزين اسم فاكهة ممكن نقول اي grapes عنب ممكن نقول banana mouse ممكن نقول اي اي ممكن نقول مثلا هكتب هنا banana هذه banana هي موزة اوكي نشوف هنا what what معناها ما او ماذا تسأل عن جير العظ يعني قصة شعر كلمة استفهام معناها اي تسأل للتخيير للتخيير بين شيئين او اكثر when معناها متى دي كلمة استفهام برضو نسأل بها السؤال تسأل عن الموعد او الوقت مين كده مختلف المختلف هو لان ده نعم لكن دول كلمات استفهام طيب مطلوب مننا نجيب كلمة استفهام بديلة ممكن نقول ايه ممكن نقول يعني اين يعني يقول واجب منزلي يعني ينفخ يقش مين كده مختلف طبعا ها مارك ليه لانو ده نعون اسم لكن دول verbs افعال عايزين فعل ممكن اي فعل ممكن اقول ايت يعني يأكل اي فعل يكون سهل كتابته شوف صفحة 125 يعني اقرأ الفقرة واجب عن الاسئلة يعني هذا فصل حضان نجيب كده القلب يعني الأطفال فقط حوالي around دي معناها حوالي 5 years old حوالي خمس أعوام بعض من التلاميذ يمكنهم أن يتهجأ يتهجأ الكلمة يعني يمكنه أن يعود أن يلعب بلطف لكن الآخرون لا يستطيعون عادل يعني عادل يعد بسعادة ومنال تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية نوها يعني نوها نوها لا تستطيع أن تقطع هارت قلب طبعا من مجلة إنه صعب جدا بالنسبة لها يعني سامير يستطيع أن يقول حروف الهجاء يعني مونا تستطيع مونا أن تنفخ أبابل فقع على يمكنها أن ترمي كرة أي من لا يستطيع أن يمسك أو يلحق بفراشة منال كان منال تستطيع تعمل اللغة إنجليزية هنقول speak speak English ولا say تقول write تكتب read تقرأ أكيد هنقول منال تقدر تعمل speak English speak English يعني تستطيع أن تتحدث أساسا تحدث اللغة الإنجليزية نقول عليك speak English وهي موجودة عندك في الفقرة منال can speak English number نوها can't cut out an أو an يعني عايز أقول نوها لا تستطيع أن تقطع ايه a heart يعني قلب ولا paper ورقة bubble اللي هي فقعة ولا orange برتقالة لا تستطيع أن تقطع ايه a heart اللي هي من دي نوها نوها لا تستطيع أن تقطع a heart هنا من المجلة هي نوها can't cut out a heart who can count happily من يستطيع أن يعود بسعادة happily دور كده في الفقرة هتلاقي قادي happily دي موجودة مع من عادل بيبقى عادل is counting happily بس كده عادل هن يجبها كده ثاني ممكن أقول عادل بس كده عادل ده اسم الشخص اللي هو يستطيع أن يعود بسعادة number four what can سامير ماذا يستطيع سامير أن يفعل هندور عن اسم سامير هذه سامير سامير يمكنه أن يقول حروف الهجاب هيا دي إجابة number five number four لايه هنا number four number هنا بيقول يعني اكتب فقرة من سبع جمل على على الشاطئ الموضوع ده سهل جدا شيط جدا ممكن تكتب فيه أكتر من سبع جمل كمال دايما لما يقول لك زيارة لمكان أو انت كنت في مكان على طول تقول أربع جمل كده ترصهم وربع بعد كده تدور عن الموضوع اللي هو ايه أول حاجة هتقول عشان ده شاطئ انا قلت احنا بنزول الشاطئ امتى في الصيف طيب ممكن تقول الاسبوع الماضي الاجازة الماضية الجمعة الماضية هتقول امس هحكيك اني انا رحت المكان ده بالفعل هقول ايه الجملة الاول هقول اي وين تو بيتش اقول اسم المكان اللي انا رحته اللي هو جايبه لي اساسا عنوان هنازل الى الشاطئ بعد كده الجملة التانية اللي هي على طول هنرصهم كده وراء بعض الهو اي وين انا لهابت مع عائلتي الجملة التالتة اللي هي على طول تنفع مع كل الموضوع حين هبدأ احكي بقى في الموضوع بتاعنا الهو زيارة الشاطئ طيب هعمل ايه على الشاطئ انا يعني انا لعبته فوليبول هو كرة الطائرة دي كرة الشاطئ كرة الطائرة مع اخي بعد كده اقول يعني اختي بنقل عمنا رماء يعني انتناولنا طعام الغداء يعني في مطعم كبير طيب اكلنا ايه بما انه شاطئ وبحري باكيد فيما اكلت بحري يبقى يعني اكلنا سمك وارز استمتعنا بالشمس يعني قضينا وقتا ممتع عن دول طبعا اكتر من سبع جمل علشان تبقى في عندك ايه تنوع يعني اعد ترتيب الكلمات التالية لتصنع جمل صحيحة كد يعني استطاع فقاعة نفخ اي انا ا دي اداة تنكرة تيجي قبل الاسم يبقى هنبدأ اول حاجة ب اي اي يعني انا كيف كده قلم وهنقول اي هنا نظر انا انا اي اي انا استطعت اي استطعت اي اي كد بلو بلو يعني انفخ اي ا بابل ا بعد كده بابل فقاعة انا استطعت ان انفخ فقاعة نظر اي كام يعني هل تستطيع عشان نبدأ بها السؤال هنا كده تبقى معناها هل تستطيع spell spell يعني يتهج word كلمة mona ده اسم شخص this يعني هذا او هذه للمفرد القريب هنبدأ اول حاجة بكلمة الاستفام هنا هي كان هل تستطيع مين بكلم مين you يبقى can you هل تستطيع انت تعمل spell spell يعني تتهج طيب تتهج اي this word وبعد كده word هذه الكلمة بكلم مين mona يبقى الاسم المقاطب يجي اخر الكلام يبقى can you spell this word mona هل تستطيعين ان تتهج هذه الكلمة يا mona كده وصلنا لحد صباح 125 خلصنا lesson 1 و lesson 2 في unit 8 ان شاء الله تابعونا في قناة انجليز ابتدائي مع المسانة السمان لو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليق ان شاء الله وانها هرد عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته